بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا وسهلا بكم أبناء التلاميذ متابعية الأفاضل في قناتكم قناة التميز في العلوم الطبيعية للطول المتوسط اليوم بإذن الله سأقدم لكم فرضا مقترحا للفصل الثالث والأخير في مادة العلوم الطبيعية بالنسبة لتلاميذ السنة الثانية متوسط قبل أن نبدأ هناك طلبين الطلب الأول أتركوا لي تعليقات أين توقفتم في الدروس حتى أدرك البقية الذين هم متقدمون أو الذين هم متأخرون في الدروس الطلب الثاني أبناء التلاميذ يعني هذا العمل كله لأجلكم ولفائدتكم لذلك إن استفدتم من هذه القناة لا تنسوا الاشتراك بالقناة الإعجاب بالفيديو وتفعيل الجرس حتى يسي لكم كل جديد بإذن الله تعالى نبدأ بسم الله وعلى بركة الله تعالى مع أول تمرين بالنسبة للتمرين الأول أردته أن يكون ملء الفراغات أو تحديد المصطلح المناسب وذلك بهدف أن تتذكر كل ما در السموه حول كل ما يتعلق بالتكاثر عند النبات وعند الحيوانات إذن المطلوب ضع مكان النقاط المصطلح المناسب 1- هو اتحاد الخلايا التناسلية الضقرية مع الخلايا التناسلية الأنثوية خارج جسم الأنثى 2- هو اتحاد الخلية التكاثرية الضقرية والأنثوية في مستوى المجال التناسلية للأنثى 3- هي نوادج التكاثر الجنسي للنباتات الزهرية التي يتم باتحاد حبة الطلع مع البوئذة رابعا هي نواتج التقاثر الجنسي للنباتات اللازهرية التي يتم باتحاد الحبيبة المنبرية مع البويضة خامسا هي طريقة أخرى للتقاثر تتميز بها النباتات الزهرية التي تتقاثر بدون تدخل الأعضاء التقاثرية سادسا وأخيرا تسمح بذور نبات الأرطيون الالتساق بوبر وصوف الحيوانات وكذا ملابس الإنسان وبالتالي يتم نقلها نمر دون إضالة لحل هذا التمرين ووضع المصطلحات المناسبة في مكانها نبدأ بالمصطلح الأول المصطلح الأول هو الإلقاح الخارجي الإلقاح الخارجي هو اتحاد الخلايا التناسلية الذكرية مع الخلايا التناسلية الأنثى خارج جسم الأنثى كما رأينا عند البرمائيات وعند قنفض البحر وعند بعض الأنواع من أو أغلب أنواع الأسمى إثنان الإلقاح الداخلي هو اتحاد الخلية التناسلية الذكرية والأنثوية في مستوى المجاري التناسلية للأنثى كما رأينا عند الثديات وعند الطيور ثالثا البذور هي نواتج التقاثر الجنسي للنباتات الزهرية إذن النباتات الزهرية ستعطينا بذورا والتي تتم باتحاد حبة الطلع مع البويضة رابعا الأبواغ هي نواتج التقاثر الجنسي للنباتات اللازهرية التي يتم باتحاد الحبيبة المنبرية مع البويضة خامسا التكاثر الخضري هو طريقة أخرى للتكاثر تتميز بها النباتات الزهرية التي تتكاثر بدون تدخل الأعضاء التكاثرية إذن تتكاثر النباتات الزهرية إما عن طريق البذور وإما عن طريق التكاثر الخضري ومختلف التقليات المتمثلة في الافتسال التطعيم والترقيد سادسا الكلاليب تسمح لبذور النبات الأرقديون إذن النبات الأرقديون تمتلك هذه البذور كلاليب تسمح لها بالالتساق وبري وصوف الحيوانات وكذا ملابس الإنسان وبالتالي يتم نقلها وغزوها لمختلف الأوسط والآن نمر دون إضالة للتمرين الثاني أثناء زيارتك لإحدى المدن الساحلية خلال عطلة الصيف وأنت تتمتع بزرقة مياه البحر والرمال الذهبية شد انتباهك حيوان بحري مثبت على الصخور بأعداد هائلة وهو قنفذ البحر الصورة الأولى والسند الأول قنافذ البحر مثبتة على الصخور السند رقم اثنين يحدث تكاثر قنافذ البحر في مياه البحر خارج جسم قنفذ البحر وتفرز إلى المياه خلايا تكاثرية بكميات هائلة تقدر بمليارات الخلايا الملوية وملايين البويضات المطلوب حدد نمط الإلقاح ومكان تطور الجنين عند قنفذ البحر اثنان استنتج استراتيجية التكاثر عند هذا الحيوان ثالثا بيّن مختلف أشكال احتلال وغزو أوصات جديدة من طرف قنفذ البحر إذن نمر دون إطالة لمناقشة وحل التمرين الثاني تحديد مكان الإلقاح ومكان تطور الجنين عند قنفذ البحر نمط الإلقاح هو إلقاح خارجي أما مكان تطور الجنين فهو أيضا خارجي يكون في البيضة على الملقحة الموجودة في الماء اثنان استراتيجية التكاثر عند قنفذ البحر هي استراتيجية الكم أو نقول استراتيجية العدد عن طريق إنتاج عدد كبير من الأنسال دفعة واحدة وكما رأينا في التمرين قد تقدر بمليارات الخلايا سؤال الثالث كيف يغزو قنفذ البحر مختلف الأوساط يكون ذلك عن طريق انتشار يرقاته وبيوضه التي تنقلها المياه والرياح لخفتها وصغر حجمها الآن نمر دون إطالة للتمرين الثالث في إطار برنامج الفلاحة والتنمية الريفية الرامي إلى تعميم غرث الأشجار المثمرة استفاد أحد الفلاحين من 500 شجرة برتقال بعد مضي سنوات لاحظ الفلاح في حقله ما يلي أولا انتشار الأعشاب الضارة مثل نبات الخشخاش إثنان ثلاثون بالمئة من أشجار البرتقال لديه رديئة نوعية يعني برتقال مر اقترح عليه مهندس فلاحي اللجوء إلى تقنية التصعيم إذن لدينا الوثيقة الأولى والوثيقة الثانية المطلوب حدد أنماط التكاثر عند النباتات إثنان تسر كيف تمكنت الأعشاب الضارة ونقصد بها هنا نبات الخشخاش من الانتشار وغزو هذا الحقل وأخيرا لتحسين نوعية أشجار الفلاح انصحوا بشرحك مراحل تقنية التطعيم نمر دون إطالة لمناقشة وحل التمرين الثالث بالنسبة لأنماط التكاثر عند النباتات يوجد نوعان تكاثر جنسي يتم عن طريق تدخل الذكر والأنثى وتكاثر لا جنسي بالنسبة للتكاثر الجنسي يتم عن طريق البذور عند النباتات الزهرية حيث يحدث إلقاح بين حبة الطلع وبين البويضة أو عن طريق الأبواق عند النباتات اللازهرية النوع الثاني من أرماط التكاثر هو التكاثر اللاجنسي أو نسميه التكاثر الخضري ويتم ذلك عن طريق أحد أعضاء النبات باستعمال مختلف التقنيات المتمثلة في التطعيم والترقيد والافتسال ثانيا تم غزو هذا الحقل من طرف نبات الخشخاش بفعل التكاثر الجنسي عن طريق البذور إذن يعتبر نبات الخشخاش من النباتات الزهرية التي تتكاثر عن طريق إنتاج البذور والتي يتم نقلها بكل سهولة وبساطة من مكان لآخر عن طريق الريح ثالثا شرح مراحل عملية التطعيم للفلاح في البداية نقوم بتثبيت غصن أو برعم يحمل صفات نبحث عنها مثلا شجرة ثمارها حلوة ثمارها كبيرة جودتها عالية إذن نأخذ برعم أو غصن من هذه الشجرة ثم نقوم بتثبيته على نبات قريب من نوع النبات الأصلي لتتكون فيما بعد أفرع جديدة تحمل ثمارا جديدة بالمواصفات التي نبحث عنها والغرض من استعمال هذه التقنية هو تحسين نوعية النباتات مثل ما يستعمل حاليا تطعيم البرتقال بالليمون تطعيم المشمش بالخوخ وإلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة إذن وصلنا لنهاية الفيديو أرجو من الله تعالى أن تكونوا قد استفدتم أبناء التنميذ سأتبع هذا الفيديو بسلسلة ثمارين أخرى بإذن الله تعالى حول التكاثر عند النباتات حتى تستفيدوا أكثر لمن كانت لديه أي استفسارات اتركوا لي تعليقات وسأجيبكم بإذن الله تعالى وأخيرا إذا استفدت فلا تحرم غيرك الاستفادة إذا استفدت من هذا المقطع شاركوا مع زملائك حتى تعمل فائدة بإذن الله تعالى في الأخير دمتم أبناء طيبين وإلى لقاء آخر